السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام تفضل يا مولان فضلت الإمام ازاي فضلتك الله يحفظك ويبارك فيك حقيقة أنا قاعد مستمتع بكلام حضرتك عن التقوى وأعمال القلوب وشايف حضرتك وأنت تقدم لهذه الحالة النادرة في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق ومن بعده فاروق الأمة عمر بن القطابر الرضوح عنه تعدتي بأن حضرتك تدور الآن في دائرة الأخلاق حيث خاطب الله جل وعلا حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك على خلق عظيم حيث يا مولانا احنا لسنا في أزمة أرزاق ولكننا في أزمة أخلاق والأخلاق تحتاج إلى أن تتكاتف الجهود من رجال الدعوة والأزاهرة أنت الفضلتك والمخلصين حتى نعيد الأخلاق إلى مربعها الصحيح والحقيقي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرتك بتتكلم عن التقوى وقد وصفها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيم لو إن كل واحد فينا طيب مطعمه وبحث عن الطعام الطيب كنت بتدعي كده لا رزقنا الله تبارك وتعالى اشتجابة الدعاء ولدعوناه فأجابلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا فعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعاء وعليه فإنني يعني أتمنى أن نركز كدعاء وأزاهرة وعلماء من وزارة الأوقاف ومن رجال الأزهر الشريف ومن تائر المخلصين في إعادة الأخلاق واستعادة القيم الإنسانية إلى مكانها الصحيح حيث نريد أن نبني بلدنا بلاء حقيقيا على قواعد ثبتها وأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى طبعا زي ما حضرتك اتكلمت وعلمتنا وعلمت السادة المشاهدة استفر الله محلها القلب صحيح والقلب يحتاج إلى إصلاح ومضغة صغيرة في جسد الإنسان ربما نعرفها شكلا أو توصيفا من خلال الأطباء إنما إصلاح القلوب يحتاج إلى اعتماد الإنسان على ربه تبارك وتعالى أن يعلم الإنسان أن رزقه لن يأخذه غيره صحيح كما حدثنا العلماء والدعاء والسابقون من قبلنا من السادة من السلف الصالح وقد قال الإمام الحسن البصري علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمألنا قلبي لو كل إنسان مننا عرف أن الرزق اللي جاي له هو بتاعه ومقسم له ومحدش هيخده منه مش هيحاول أنه يتعب الناس ولا يغير أخلاق الإسلام الحقيقية مع الناس إذا صار كل إنسان مننا بالأمانة وبالوفاء وبالإخلاص وبالشجاعة وبالإيثار لا تعلمنا أن نكون قوة تواجه قوة الشر والظلام في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن لكن التقوى الحقيقية تحتاج إلى عقلية فارقة عقلية تفرق بين تفسير القرآن وبين نصوص القرآن عقلية تفرق بين الدين الذي هو ثابت لا يتغير وبين التدين اللي ممكن يتغير عند بعض الناس ويزيد عند بعض الناس وينقص عند بعض الناس وكذا الإيمان سيدنا أنا يعني عايز حضرتك تزيد وتستزيد في برنامج المسلمون يتسألون هو البرنامج الأكثر مشاهدة الآن على مستوى العالم العربي في هذه المرحلة في الأخلاق وتتحدث عن الأخلاق نحن عايزين كلنا نتكاتف في البرامج الدينية علشان نعيد الأخلاق إلى مكانها الصحيح وإلى موطنها الحقيقي الذي علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق فهو أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم وقاله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثالي حقيقة أنا بشكر الإعداد فريق الإعداد بتاع حضرتك وبتاع البرنامج على اختيار هذه الموضوعات لأننا من أشد المتابعين وأتعلم منكم ومن كل استفداد الأئمة والدعاء كلنا بنكمل بعضنا في مرحلة مهمة نبني فيها العقول ونساعد فيها في بناء عقل الإنسان ونحاول أن نبني العقلية الفارقة التي نتمناها ونرجوها فأنا يعني أقدم خالص الشكر وتقدير لقناة المحور والفريق الإعداد بتاعك وللأخ الفاضل الزميل اللي بيطلع مع حضرتك في البرنامج في الأيام الباقية يعني أنتم تبذلوا جهد جميل وعظيم في مرحلة مهمة من تاريخ مصر العظيمة وهذا ما نحتاج إليه وشباب الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى قادرون على أن يمروا بالوطن وبالناس وبالأمة وبالمسلمين في هذه المرحلة مرور الكرام وأن يبنوا عقولهم بناءا حقيقيا وصحيحا وأن يصوبوا الأخطاء التي كانت في الزمان الماضي والتي حلت على أمة الإسلام فصاروا يشبهوننا أو يصفوننا بالإرهابيين أو حملت السلاح أو القتل أو السفاك الدماء لكن الإسلام دين السلام الإسلام دين الأخلاق الإسلام يعلمنا الشجاعة والوفاء والصدق والأمانة والتقوى ويعلمنا كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كما نتقوا يا مولانا بتعلمنا أننا نكون علماء قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله من بيض قلبه وملأه صفاء ونقاء وصدق سار بين الناس وبيض وجهه يخبر ولو استخبى النهاردة عملوا على الناس يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في يوم تبل السرائر قال في تفسيرها الإمام السعدي يوم تبل السرائر أي أظهر الألوان على الوجوه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتزود وجوه فأما الذين سحدت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ومفيها خارجون ويضي الوجه مولانا يأتي من صفاء القلوب ونقائها وأنا أحسبك من الصادقين المخلصين الله أحفظك الله أحفظك الذين لا يحملون في قلبهم غلا ولا حقدا ولا هم ولا حسدا لأحد أسأل الله جل وعلا أن يعلمك وأن يفقلك اللهم أمين يا رب وأن يعلمنا ما ينفعنا جميعا يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه اشتركوا في القناة